أهلا بكم مشاهدين في اليوم السابع والعشرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تتواصل العمليات العسكرية في عدة مدن ففي العاصمة تجددت الاشتباكات في أكثر من محور وسط التواصل القصف الروسي فيها بينما أعلنت السلطات الأوكرانية في كييف استعادة السيطرة على مدينة ماركيف غربي كييف أما في مدينتي دونستيك ولوغانسك في إقليم دونوباس فقد أكدت هيئة الأركان القوات الأوكرانية أن القوات الروسية فشلت في تحقيق أي تقدم فيها وفي ميكولايف جنوب البلاد أكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل ثلاثة مدنين بقصف روسي على محطة وقود أعنف المعارك تدور رحاها منذ أيام في مدينة ميريوبل أقصى جنوب البلاد وبينما تقول موسكو أنها سيطرت على 50% من المدينة تؤكد أوكرانيا أنها لن تسلم المدينة بأي ثمن على الرغم من تدميرها بالكامل الآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر